موسيقى بشي يقوم بهذا هذا الرحلات اللي هو ما ماشي رحلات وكاشر كيباليا ماشي في المتناول منسبة للضائرة ديالله التي تيهجروا الهجرة الغير الشرعية أنها رأي خطيرة جدا لكتؤدي لواحد الإنسان على الحياة ديالله يقدر يموت علاقة ضلاء وحياة الواقع أننا عندما نثير مسألة الهجرة وكنا في السابق نتحدث عن الهجرة السرية ولكن الآن انتقلت من الهجرة السرية إلى العلنية عندما أصبح هؤلاء المهاجرين أو المرشحين إلى الهجرة يعلنون هذه الأشياء ويصورونها بالفيديو وبالصوت والصورة وغيرها وأحيانا هناك من يحدد حتى الطرق والوسائل الذي سلكها للوصول أو لتنفيذ هذه العملية أي الهجرة وهذا شيء خطير جدا لأننا الآن مع ندرك أن هؤلاء المهاجرين لم يعودوا يخشون شيئا ويتحدون كل القوانين وكل الوسائل التي تردع مثل هذه الظواهر الغير السليمة والغير الصحية إذن فهم يتحدون الأمن ويتحدون القانون ويتحدون جميع الأمور التي تقفوا ضد لذلك فمعنى ذلك أننا يجب علينا أن نواكب هذا التطور الخطير في الهجرة التي كانت سرية وأصبحت علنية عن طريق هذه الصور وعن طريق هذه البلاغات التي يعطيها هؤلاء المهاجرين السريين بين قوسين بطبيعة الحالة أو المهاجرين العلنيين بدون أن تلحقهم أي متابعات أو أي عقوبات إذن فهنا ولهذا هذا النوع من التصرف أو هذا السلوك خطر كبير على المجتمع باعتبار أنها أيضا توقض الآخة الشباب الآخرين الذين كانوا يحلمون بالهجرة ولكن الآن أصبحت لديهم أدوات ووسائل كيف يمكنوا أن يصلوا إلى تحقيق هذا الحلم الذي كانوا يعيشون عليه إذن فهنا تكمن خطورة هذه وهي الهجرة التي أصبحت علنية الآن عن طريق الصوت والصورة إذن ما هو دور المجتمع ما دور الباحثين وما الدارسين وما هو دور الأجهزة الأساسية التي تريد أن تحتوي هذه الظاهرة وأن تحد من خطورتها وإذن هنا يجب علينا أن ننتبه وأن تكون تدخلاتنا في هذا الجانب ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس